الكتاب المقدس بيقول أنه نحن لازم نركض بطريقة للنال الجيزة لكن الله ما بيتوقع منا أنه نركض برطاقة طريقة حتى نملخ إزاينا الروح الفارغ هو أن نتقوى بواسطة تسبيح عبادة الله رح تملي قلوبكم بالفرح وتجيبكم إلى محضره حتى نصير قادرين نركض بقوته هو ومش بقوتنا نحن متماكنين بواسطة التسبيح المشكلة برأيه مع كلمة تسبيح هو أنه أول ما تقولها الكلمة الناس دائما بيفكروا بفرقة التسبيح أو هن بيفكروا بالموسيقى بالكنيسة أو هن بيفكروا بحفل التسبيح لكن حياة التسبيح هي أعظم بكتير بكتير من مجرد أنه نرنم ترنيمة الترنيمة بيقدر يكون جزء منها الحياة لكن الحياة المليانة تسبيح يلي أنا رح كون عم بتكلم عنها خلال الأسبوع المقبلة بتروح أعمق من هيك الحياة المليانة تسبيح هي تمرين يومي وحتى كل لحظة بلحظة مصمم من قبل الله حتى يرفعنا فوق ظروفنا حتى يرفعنا فوق المشاكل الحياتية يلي الحياة بتوضعن بطريقنا كل يوم حتى يقوينا لنكون عم نعيش على القمة حتى يعطينا الفرح الحقيقي بوسط الحزن حتى ينفغ فينا حياة بوسط الموت وحتى يعطينا الشفاء حتى بوسط الألم عدد كبير منكم بيعرفوا منيح اختباري بالحياة لكن أنا رح ضل عم بشهد لحد مرة بيخدني على البيت ما بهم أي متى هالأمر بيصير بالأيام الأولى لولادة هالكنيسة أنا كنت عم بكون منهك كل الوقت أنا كان عندي اجتماعات من الصبح بكير لآخر الليل ووقتي مع الرب صار أقل وأقل وأقل لحد ما الله رماني بالسرير لأسبوعين كاملين وخلال هالفترة من الوقت الرب بكل لطف قدر يحصل على اهتمامي وصار عم بيتعامل معي الرب صار عم بيعلمني أنه أنا ما عمعيش حياة الانتصار والغلبة أنا كنت عم بوعز أنا كنت عم بدرس الكلمة وأنا كنت عم بشرح كلمة الله بأمانة أنا كنت عم بشهد وأنا كنت عم برشد وأنا كنت عم بخدم لكن الرب فرجيني بكل وضوح وبعده عم بفرجيني وأنا بشكر الله على هالأمر أنه أنا ما بقدر أخدم بشكل فعال بحق للرب إلا إذا كنت عم بقضي وقت كافي مع الرب انطلاقا من هاليوم ولحد اليوم كل يوم الصبح باللحظة يلي بقوم من السرير فيها أنا ببتدي بوقت مخصص للتسبيح والعبادة وتكريم الرب مخلصة وهيدا هو كل معنى عبارة تخدم قدام الرب أنا بتذكر المرة الأولى مع هالالتهاب الرئوي وأنا كنت بالسرير وعم بقول يا رب والروح للدوس عم بيقلي أنت ما بتقدر تخدم الناس لحد ما تكون عم بتقدر تخدم الرب وأنا قلت يا رب كيف بقدر أخدمك؟ أنا قضيت 11 سنة بمعهد لهوت وأنا كنت عم بسأل رب شو يعني أنه أخدم قدام الرب؟ ومن بعد الرب كل لطف صار عم بيعلمني كيف بقدر أخدم قدامه قبل ما أقدر أخدم باقي الناس هلا إذا أنت بتفكر أنه التسبيح ما بيصير إلا بالكنيسة إذا أنت بتفكر أنه التسبيح هو فقط من خلال موسيقى أو التسبيح هو مجرد نشاط اجتماعي فأنت بتكون عم تخسر قوة الحياة الحقيقية اليومية وأنا بطلب من الله أنه يفتح أذاننا الروحية اليوم أنا عم بطلب فعليا أنه هالسلسة من العيدات ترجع تشعل قوة الله بحياة عدد كبير من الأشخاص عدد كبير من البيوت وعدد كبير من الجماعات والخدمات ياللي بتصير بهالمكان لا يعبول هالكلام لأنه لما أنت تصير شخص مليان تسبيح أنت رح تختبر تحول بحياتك لما أنت تختبر قوة الإرادة ساعتها فقط أنت رح تختبر درجة أعمق من الإيمان وفقط ساعتها أنت رح تبتدي تختبر درجة أعمق من الانتصار بعد ما اختبرت قبل بكل حياتك تسبيح المتواصل لشخص الله ولسفات الله ولنعمة الله ما أنه عمل نحنا بنعمله من أجل الله لا 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 انتبهي مني نحنا ما عم نحاول نرشي الله حتى يعمل يلي نحنا عم نطلبه منه ويلي نحنا بدنا أنه الله يعمله من أجلنا تسبيح ما أنه عمل نحنا بنعمله حتى نخلي الله مبسوط منا هيدا مفهوم غلط للتسبيح بل بالأحرى التسبيح بيضعنا بمحضر الله الحقيقة ويمكن تقول طيب مايكل لكن الله ما أنه موجود وين مكان الكتاب المعدس ما بيقول أنه الله موجود وين مكان نعم وله السبب بالمزمور 22 لقية 3 المزمور 22 هو مزمور مسياني هيدا يلي بقوله بالأية 3 أنت هو عم يتكلم مع الله أنت الجالس وفي ترجمة تانية بتقول تسكن وفي ترجمة أخرى بتقول تقيم خيمتك وفي ترجمة أخرى بتقول أنت متوج بين تسبحات شعبك اسمعني كثير نيحة رجوك كيف تبتدي وقت صلاتك هل تبتدي بالتسبيح وبالعبادة وبالتكريم ببساطة لأنه ممتن على الخلاص أو أنت بتبتدي بلائحة من المطالب أنت ما لازم تبتدي بالطلبات بل بالتسبيح وبالعبادة وبالتكريم وإذا أنت ما بتعمل هيك أنت بتكون عم تضيع عليك قوة عظيمة بتقدر تحل عليك من قبل محضر الله خلال الوقت يلي بتقضي بالتسبيح إذن اليوم أنا بدي بيين لك أربع أمور الرب علمني إياها عن الحياة المليانة من التسبيح من عدة سنوات أولا التسبيح بيكشف حالة الروحية الحقيقية مش عن يلي أنا بدي أفكر فيه بل عن حالة الروحية الحقيقية تانيا التسبيح بيخليني عيد التركيز على مصيري الشخصي وثالثا تسبيح بيجرى بأو ملك الله بحياته ورابعا أخيرا تسبيح بأو علاقة الحقيقية بالرب خلينا ندرس هالنقاط بسرعة كتير أنا ما رح يخد كتير وقت بدراستهم أولا التسبيح بيكشف إلي حالة الروحية الحقيقية بمتى 12 34 الرب يسوع المسيح قال من فضلة القلبي يتكلم الفم ونحنا منقول ذات الكلام بالعامية المية اللي بالبير هي اللي بتعبدله صح؟ هيدا هو أصل هالمثل أصل هالمثل هو من الرب الرب عم بيقلنا أنه نحنا ما منقدر نفصل بين يلي عم نفكر فيه ويلي عم نقوله نحنا منقدر ندعي قد ما بدنا ونقول أنا ما أصدت يلي قلته نعم انت أصدته بتقدر تقول أنا أصدت هالكلام وأنا بعتزب هيدا أفضل إذا قلبك مليان من التسبيح والشكر والعبادة والتكريم هيدا هو تحديدا الكلام يلي رح يخرج من تمك تخيل إنه في قناة بتوصل أفكارك بيقتمك أنا بعرف إنه ببعض الأوقات بحالة الشخصية هالقناة بتخرب ببعض الأوقات وبتحتاج لبعض التصليحات ما تشعر بالغرور أنا بعرف إنه بتعاني من ذات المشاكل لكن هالأمور ما بتعني ما بتعني ما بتعني أبدا إنه ما في علاقة متينة بين الأمور يلي بقلبنا والكلمات يلي من قولها بتمنى ويسوع بقلنا إنه كلماتنا بتعبر عن يلي نحنا من قامن فيه بعمائنا وبالتالي التسبيح بيكشف عن حالتنا الروحية الحقيقية تانياً تسبيح بيخليني عيد التركيز على مصيري الشخصي هلأ أنا بتدايت كلمة بالحديث عن قدي هالعالم بيضايقنا عن قدي مشاكل هالعالم بتسحقنا قدي صعوبات العالم بتضل عم ترهقنا كل الوقت وبعدني ببساطة عم بتكلم عن مشاكل يومية لكن إذا أنت بتركز على هالمشاكل كل الوقت أنت رح تنسى على الأكيد مصيرك يلي بالمسيح مصيرك رح يصير ضبابة ومبهم وغير حقيقة بعد وقت قليل أنت رح تفقد الرؤية لمصيرك إنه مصيرك هو تكون قدام العرش وبعد وقت قليل أنت رح توقع بالخوف وتشاقم والإحباط وبعد وقت كتير قليل حياتك رح تفقد المجد والفرح والإثارة أنت برأيك أنا ما بعرف عن شو عم بحكي هالأمور منا مجرد نظريات بالنسبة لي أنا بعرفها أنا عشتها وأختبرتها سمعني منيح أنا عم بشهد قدامك أنا عبناشدك أنا عم بطلب منك تبتدي بالتسبيح اليوم عمول تغيير جذري ودايم ما تتأثر بطريقة موقتي خلي تسبيح يصير عادة يومية لمدة أسبوع ومن بعدها مدد لأسبوع تاني ومن بعدها مدد لأسبوع آخر أنت رح تفرح بكمية البركة يلي رح تحصل عليها أنت وعم بتسبح أنت رح تبني عادة يومية بأنه تسبح الرب أول ما توعى الصبح ما تنتظر حتى يصير الليل وتكون تعبين ابتدي بالتسبيح الرب الصبح بتسبيح الرب ابتدي بالتسبيح الرب بأنه ترفع اسم الرب العالي هيدا رح يساعدك حتى تتغلب على الضباب هالتمرين اليومي بأنه تسبح اسم يسوع وتسبح صفات الله وتسبح شخص الله وتسبح فداء الرب يسوع المسيح غفران الخطايا ونعمة الله ورحمة الله إذا أنت بتسبح بهالطريقة كل يوم الصبح هالأمر رح يحملك على أجنحة التسبيح لكل باقي اليوم كل باقي اليوم لما أنا بقفي يوم ما أنا بعرف لأي سبب من الأسبوع بكتير قليل ليصير هالأمر لكن لما أقفي يوم ما أنا بعرف أنه حياتي رح تكون فوضوية بهاليوم كل اليوم أنا بكون فوضاوي لحد ما توب أرجوك حاول تسبح كل يوم الصبح لأسبوع حاول أنه تسبح كل يوم أنت مرح تندم أبداً لما أوضع إجرية على الأرض أنا ببتدي باللحظة يلي بوعى فيها ببتدي بالتسبيح اسم يسوع لو مهما كانت الصعوبة يلي وجهها بهاليوم لو مهما كانت الظروف الصعبة لو مهما كانت التحديات يلي بوجهها لو مهما كانت الأخبار السيئة يلي يمكن إسمعها بهاليوم أنا بلاقي أنه التسبيح بيخلي عيوني ترتفع إلى الأعالي وترتفع عن وضعي الحالي ومن وضعي الحالي لموقعي بالسماء وأنا بدرك مباشرة قدي مشكلتي صغيرة مقابل الله وكبره وعظمته أنا فوريا برجع بركز من الأمور الموقتة على الأمور الدايمة أنا فوريا برجع بشوف مصيري الأبدي بوضوح عيوني بتنفتح للملكوت وبتنفتح للأبعاد السماوية بهاللحظة و فقط بهاللحظة حضور الله بيمليني لدرجة أنه بفيد لما تسبحات الله تكون مسيطرة على أفكاري لما نظرت الله للأمور بتصير هي نظرته لإلي أنا بنرفع أنا بنرفع التسبيح بيكشف لي عن حالتي الروحية الحقيقية التسبيح بيخليني عيد التركيز على مصيري الشخصي وثالثا تسبيح بيرجع بأوة ملك الله على قلبي أنا قلت بالبداية أنه الله موجود وينما كان نعم لكن من بعد أن احنا برهننا من مزمور 22 الآية 3 أنه الله بيكون موجود بطريقة كتير مميزة بطريقة كتير فريدة بطريقة ما نقدر نوصفها بطريقة فوق الطبيعية بتسبيحات شعبه أنا رحل لك حقيقة وأنا بطلب من الله أنه ما تنسيها أبدا لما الله بيسكن أو بيجلس بمكان ما هو بيملك بهالمكان لهالسبب بنقول أنه الله موجود بكل الأماكن النعم لك أن الله ما بيملك بكل الأماكن الله ما بيملك بقلوب الأشخاص يلي رفضوه لığın السبب الكتاب المعدة بيروم يكون هنات لو افكار threaten يقول أن الله أسلم هالأشخاص الله ما بيملك بقلوب هالأشخاص لكن بيملك بقلوب الأشخاص يلي بيدعوه حتى يجي ويملك على قلوبهم وبالتالي لما الكتاب المعدة بيقول أنه الله يسكن أو حرفيا ينصب خيمته بوسط تسبيحات شعبه هو بيعني إنه الله جاهز ليملك ويحكم الله ما بياخد موقف إذا نحن لسبب ما مندخل بصراع الله ما بياخد موقف الله بيحكم ولهالسبب الكتاب المعادس بيقول إنه إنت ممكن تحزن أو تطفئ روح الله القدوس لحد ما إنت ترضيه من خلال التوبة ولهالسبب تسبيح اسم الرب تسبيح شخص الرب تسبيح صفات الرب أول ما توع الصبح هو بمثابة دعوة للرب حتى يجي وحتى يملك بحياتك سمعني مني لما تكون عم بتقضي وقت بتسبيح الرب أنت بتكون عم بتقول للرب يا رب أنت سلطة أنت يلي بتسود علي أنت ملكة يا رب أنت حاكمة يا رب الله ما بيقدر يكون موجود بمكان اندعه لا بدون ما يسيطر على هالمكان الله رح يسيطر على المكان الله ما بينحاز أبداً أنا قلت أنه الله بيسيطر ولما أنت تدعي الله ليكون بزواجك الله رح يسيطر على زواجك أو تدعيه لا حتى يدخل على بيتك هو رح يسيطر على بيتك أو تدعيه لا يدخل على عائلتك هو رح يسيطر على عائلتك أنت بتدعيه لا يدخل على عملك رح يسيطر على عملك لما أنت تدعي الله لا يدخل على كنيستك هو رح يجي ويسيطر على كنيستك ولها السبب التسبيح هو دعوتنا المفتوحة لأ الله حتى يجي ويملك ويحكم على حياتنا ولما الله بينصب خيمته وبيسكن فينا وبعيش فينا هو بيملك لها السبب التسبيح هو دعوتنا المفتوحة لأ الله حتى يجي ويملك على الحالات اللي منعيشها لها السبب التسبيح هو الطريقة الأساسية اللي من خلالها انت بتقدر تدعي الله حتى يثبت سيادته بحياتك وعزيزي اعذرني إذا أنا فضل كأنه هيدا تصرف جديد مني لكن هيدا هو السبب ليه بعد المؤمنين ما بيقضوا وقت بتسبيح الله الله ما بيشارك بسلطه ولا حكمه ولا قوته ولا مجده مع أي شخص إما بيملك وبيحكم أو بيكون محزن ومطفق بزاوية ما من حياتك أخيرا تسبيح الرب بقوة بقوة علاقتي مع الله علاقتي مع الله فكر بالسهولة وبالسرعة يلي نحنا منغرم فيها بذواتنا بالسهولة وبالسرعة يلي نحنا منغرم فيها بأفكارنا بالسهولة وبالسرعة يلي نحنا منغرم فيها بمواهبنا وبأدراتنا بالسهولة يلي نحنا منغرم فيها بمعرفتنا وبيلي نحنا منعرفه وبيلي نحنا منفكر فيه بقدي سهل أنه نحنا يكون عنا أفكار جيدة عن ذواتنا عن مين نحنا عن مين منعرف وعن مين معرفنا وعن يلي نحنا أنجزناه وهذا هو السبب لي يوميا نحنا لازم نبتدي نهارنا باستمرار وبدون استعجال فيمت هالكلمة؟ إذا أنت لازم تقع بكير وعبكير وأنت بتبتدي بأنه تسبح اسم الله ليه؟ لأنه التسبيح بيذكرني بخطيائي بفشلي لكن من بعد مباشرة التسبيح بيذكرني بروعت نعمة الله التسبيح بيذكرني بادي أنا محدود لكن من بعد دغري التسبيح بيخليني اتواضع حتى أفكر بادي أنا ما باستاهل وما باستحق أنه أحصل على نعمة الله تسبيح بذكرني بأداء أنا ما بقدر استوعب إلا جزء كتير صغير من محبة الله ومن حكمة الله ومن قوة الله تسبيح بخليني أقول مع أيوب قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيني لذلك أرفض وأندم في التراب والرمادي أنا صرت على النهاية إذن أنا ما بديك تفهم غلط الجزء المتبقى يلي بدي إلا كيه هلأ هالجزء كتير مهم السبب لي نحنا مندرك أنه نحنا أبدا مننا نحنا أبدا مننا مننا مستحقين هو منه لأنه نحنا منضل مستقين وحزنين كل حياتنا أوه أنا بس لا 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 السبب منه أنه نحنا منضل عبسين ورأسنا منكس وعملوا لا أنا خاطئ أنا خاطئ أنا خاطئ أنا خاطئ أنا غير مستحق أنا شخص كتير سيء أنا ما بقدر أعمل أي شيء لا 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 يا أبي говорится إذا هذا هو يلي بتعمله فأنت بعد بعد ما تعلمت فعليا عن الانتصار يلي بيجي من خلال التسبيح انت بتكون ما تعلمت بعد إنه تشهد وأنه تخدم بقوة وقدرة الله ومش بكوتك أنت يلي التسبيح بيعمله هو أنه باستمرار مع أنه نحن وقعيين حول خطيتنا نعم نعم وقعيين حول نواقصنا نعم لكن التسبيح باستمرار بيرجع بقودنا للتوبة والتعويد وبالتالي للانتصار ولأنه نقدر نخدم بالقوة وبالقدرة مش من عنا لكن من الرب التسبيح بيعطينا تقدير عميق 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 لنعمة الله وهالأمر بيعطيك تحفيز لكل حياتك وكل ما نكون وقعيين أكتر حول سقوطاتنا وفشلنا كل ما نقدر نستوعب أكتر عمق رحمة الله ونعمته تجاهنا وكل ما نستوعب أكتر نعمة الله علينا كل ما نكون عم نبتهج أكتر بقوة الله وكل ما نكون عم تبتهج بقوة المسيح كل ما تكون فعال بعملك من أجل المسيح ولهالسبب كلمة الله بتحسنا حتى نركز على تسبيح شخصية الله وصفات الله وأنا رح كون عم بتكلم بالتفاصيل عن هالأمور بالأسبيع الآدمة هلأ قرأ الأمثلة عن رجال الله بالكلمة إذا أنت بتسأل أشعية شو هو هدفك بالحياة بـ 43 أشعية بقول لأحدثوا بتسبيحاته إذا بتسأل بطرس من بعد ما يسوع عاده وتاب عن إنكاره للمخلص وأنت بتسأله شو هو هدفك بالحياة يا بطرس من بعد ما رجع تاب هو بقول بـ 1 بطرس لصح 1 لأيات 6 و7 توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح إذا أنت بتسأل رسول بولوس شو هو هدفك بالحياة بـ 1 بولوس بقول لنكون لمدح مجده لمدح شخص الله شفت هيدا هو اللي بيعني المجد المجد ما بيعني الألعاب النارية وكل هالأمور المجد هو شخصية الله ولما أنت بتسبح مجد الله أنت بتكون عم تسبح شخص الله إذا أنت بتسأل لرب يسوع المسيح شو هي اللي ممكن يصير إذا شعبك ما بيسبحك يسوع كان بيقلنا بلوء 19 منه و30 لأربعين إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ الحجارة تصرخ